واضح جدا من ما نسمعه من بغداد أيضا أن هناك رسالة اعتراض شيعية خصوصا ضد هذه الهيمناء الإيرانية تأخذ أبعاد يعني أنا لا أريد أن أستبعد أيضا التصريحات التي صادرت عن رئيس الحكومة موضوع حيدر عبادي بموضوع احترام الاتصاق لعقوبات الأمريكية ضد إيران وهي أثرت صخط لكنها تمثل مزاج رسمي بهذا الشأن لكن أريد فعلا أن أسألك بشكل ضقيق ما هي المرجعية البديلة للشيع المرجعية السياسية إذا ما ابتعدوا عن إيران أول شيء تاريخيا يعني أنا مو باحث بالشأن الديني بس تاريخيا هو النجف هو مصدر الفتوى الشيعية بالعراق يعني تاريخيا رغم كل الصراعات رغم كل الإمكانيات الآن لتحويل يريدون يأخذونها من النجف يودها القوم بس غير قادرين يعني حتى بس أنا أرجع إلى مسألة في تقديري الأهم الآن هل إيران قادرة بالتدخل يعني بالتدخل نعم إلى حد ما قادرة بالتدخل لأن هناك أطراف يعني أضرب لك مثل حتى في حزب الدعوة هناك توزيع أدوار يعني السيد العبادي مع الولايات المتحدة أو مع الغرب بشكل عام وأمين عام حزبة مع إيران يعني تدري هاي الأحزاب الدينية هي تك يعني بنيويتها الفكرية هي أحزاب الإسلام السياسي بشكل عام أحزاب تآمرية يعني أحزاب تآمرية تأمن بالتآمر بشكل مطلق وخير تجربة الإخوان المسلمين الآن التجربة العراقية التجربة الإيرانية أحزاب هناك يعني حتى من يعتبر أنه في موضوع توطيد العلاقات العراقية مع المحيط العربي طبعا العبادي من تسمح به العبادي كان في تركيا وقد ذهب إلى أردن وهو ذهب خلال أيام إلى السعودية هناك من يقول أنه النظام السياسي العراقي ليس معترضا على النفوذ الإيراني النظام العراقي شيعة وسنة في النظام هم ليسوا معترضين على النفوذ الإيراني تأكيد يعني رجل إيران داخل الحزب الإسلامي سليم الجبوري كل هاي اللعبة الانتخابية اللي صارت وفرز اليدوي وما فرز اليدوي فرضته إيران من أجل رجوع سليم الجبوري ومجموعة ويا يعني الأخوان المسلمين مرتبطين ارتباط وثيق في إيران يعني ما حد حمى حزب الأخوان المسلمين أو التيار الإسلام السني إلا إيران يعني مرتبط ارتباط وثيق كالأحزاب الشيائية يعني كحزب الدعوة كالمجلس الأعلى مرتبطة بالمشروع الإيراني بشكل واضح وحقيقي لذلك أنا لا أفرق الإسلام السياسي بشكل عام هو مرتبط بإيران يعني في الواقع العراقي في المسألة العراقية جوز يختلف في بلد آخر لكن في العراق الإسلام السياسي بشقيها السني والشيعي مرتبط بإيران ترجمة نانسي قنقر